موسيقى السلام عليكم اهلا بكم يا حباب قلبي في قناة ديكالبراد النهاردة ان شاء الله سنعمل مع بعض علاقة مفاتيح علاقة المفاتيح دي تتعلق ورا باب الشقة ويتعلق فيها المفاتيح ويتعلق فيها اي حاجة رفيعة كده عشان تبقى قريبة من ايدينا او ممكن نحطها نعلقها من جنب باب الشقة من جوه ايه الحاجات اللي هنحتاجها عشان نعمل علاقة المفاتيح حاجات موجودة عندنا طبعا في البيت وطريقة سهلة وبسيطة هنحتاج كارتونة نتيجة اي كارتونة نتيجة بس يستحسن يكون عليها منظر طبيعي او اية قرآنية عشان تجي منظر دي كارتونة نتيجة كانت عندي وقطعة خشب عشان اه اسبت قطعة الخشب على النتيجة واه احط فيها العلاقات اللي هنعلق عليها المفاتيح قطعة الخشب دي لازم تبقى قدي النتيجة بالظبط انا اطعتها كان عندي حطة خشب كبيرة واطعتها بصفحة المنشور دي هسبت قطعة الخشب دي على النتيجة بمصمرين من وراء كده هو عشان تبقى ثابتة وبعد كده هحتاج مصامير بسن صوب بتتربط كده وتكون المصامير متنية عشان تديني شكل العلاقة اللي هنعلق عليها المفاتيح لو ما فيش المصامير دي عاج ممكن اي مصامير توفي بالغرض هعمل اي دي الوقتي انا هسبت الخشب دي على الكارتونة بتاعت النتيجة بمصمرين وبعدين النتيجة عندي هنا كبيرة قوي انا هقص حطة منها عشان تبقاش طويلة كده وهوريها لكم بعد ما ما ثبت عليها بتاعت الخشب هوريها لكم هيبقى شكلها عاملة ازاي قصوا انا قصت النتيجة عشان تبقى طويلة قوي فقصو رقبا الم克ز اللي انا عايزة وسبت قطعة الخشب بالمصامير من ورا اهي سبتتها من ورا بالمصامير هي بقت سبت كويس هعمل اي دلوقتي ؟ هسبت المصامير اللي انا هعملهم العلاقة بتاعتي على قطعة الخشب دي انا معي هنج 3 مصامير لو عايزين اكتر مهم انا هكط 3 مصامير هسبتهم وحوررهم بلوم انا سبتت ثلاث مصامير بتوعي انتو لو عايزين تزودوا اكتر ممكن انا ما كانش عنجل لثلاث مصامير فسبتتوهم كده بالمنظر ده ودلوقتي هعمل ايه؟ حادي ان الخشب هدي عشان تدي منظر جمالي لعلقة المفاتيح بتاعتي وبعد ما اخلص هوريها له بصوا علقت المفاتيح بتاعتي بعد ما دهنتها انا دهنتها دهبي بصوا بق شكلها جميل ازاي وانعلق عليها المفاتيح او اي حاجة جنب ايباب الشقة بصوا طريقتها سهلة وشكلها تحفة انا هنا هتطلعها حتة دبارة او اي شريط عندك عشان تعلقيها عشان لو المصمر صغير انا هتطلعها حتة شريطة لو عجبتكم طريقة علقت المفاتيح بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرانة اشوفتها في فيديوهات تانية سلامة اشتركوا في القناة